الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المسالين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة هناخد موضوع ازاي تحزف حسابك من على اه الجيميل طبعا هناخدنا بزرس قبل كده ازاي تعمل حساب جديد على جيميل دلوقتي هزاي هنعرف ازاي احنا عايزين نحزف حسابنا اول حاجة هندخل على انترنت عندنا من على الموبايل ماشي بعد كده بندخل على جوجل زي ما احنا شايفين ادخلنا على جوجل هنعمل طبعا لو ما عملناش تسجيل دخول هنعمل تسجيل دخول باسم الجيميل بتاعنا بس احنا عاملين انا عامل بالنسبة لي عامل تسجيل الدخول المهم هنضغط على اقصى يسار الشاشة في الاعلى الامة ال ال دي هنضغط عليها ضغطة هتحمل لنا ده الايميل بتاعك وايت هورس خمسة زيرو ستة سبعة تمانية تسعة زيرو ده الايميل بتاعك اللي احنا عايزين نحزفه هنقول له هنضغط على ادارة حسابك على جوجل اللي هي بالازرق دي نضغل لها ضغطة تحمل لنا صفحة هنجي من الصفحة دي فوق نضغط نعمل سلايدينج كده على اليمين بحيس اللي احنا نجيب البيانات والتخصيص نضغل لها ضغطة البيانات والتخصيص هننزل تحت خالص ماشي مكتوب عندك هنا حذف خدمة او حذف حسابك حذف خدمة او حذف حسابك هنضغل لها ضغطة زي ما انتم شايفين بعد كده هننزل تحت هنلاقي حذف حسابك على جوجل حذف حسابك على جوجل نضغط على كلمة حذف حسابك نضغل لها ضغطة بيقول لك كلمة المرور هنضغط نعمل كلمة المرور نكتبها عشان يتأكد انك انت المستخدم اللي انت صاحب الجيميل صاحب البريد اللي انت عايز تحذفه ويتأكد ان هو انت عشان مش احد تاني يجي يحذفه بيقول لك بقى يرجى قراءت هذا بعناية حسابك الان تجد المعلومات غير الضررية المعتادة بيقول لك انت تحاول ان حسف حسابك في جوجل الذي يوفر امكانية الوصول الى خدمات جوجل وبيقول لك انت هتفقد ايه لو انت تم حسف حسابك سنتم حسف محادثة واحدة لها تقريبا المحادثة اللي هي بتاع الشركة اللي هي جات لك اول ما انت بتفتح ايميل بيجي لك ولكم ميسج رسالة ترحيب المهم اللي يهمنا في القصة دي انه نعمل على متصح على اله هنا وهنا اخر اتنين ده نعم اقرب اني لازلت مسؤولا عن اي رسوم ينتم تحصلها مقابل اي معاملة مالية اه تاني حاجة نعم اريد حسف حساب جوجل وهذا هذا وكل بياناته نهائيا وضغط على كلمة حسف الحساب بالازرق على اليسار كلمة حسف الحساب يرجى الانتظار بيحمل بيقول لك دلوقتي رسالة تم حدث في حساب جوجل وكل بياناته ازا تم حدث في حساب جوجل على طريق الخطأ فثمت فترة قصيرة من الوقت للمحاولة استعادته الانتقال اللي هدعم الحساب احنا مش هايزين طبعا اي حاجة من دي اه وده يبقى كده انا اعرفنا ازاي اه نحزف اه حسابنا من على اه جيميل نهائيا و اه ارجو نكون شرح عجبكم ومشاكل جدا لكم